موسيقى بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين آرى بنعمة المسيح المزمور رقم 122 اللي بنسميه مزمور الفرح فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب تقف أرجلنا في أبوابك يا رشاليم رشاليم المبنية كمدينة متصلة كلها حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة الإسرائيل ليحمدوا اسم الله الرب لأن هناك استوت الكراسي للقضاء كراسي بيت داود اسألوا سلامة أوروشاليم ليستريح محبوك ليكن سلام في أبراجك راحة في قصورك من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك من أجل بيت الرب إلى هنا ألتمس لك خيرا نعمة الله الآب تكون مع جمعنا أمين أنا سعيد أن أنا أتقابل وياكم ومع نشاط الأسر الجامعية على امتداد عشرات السنين وزي ما شفنا بعض المشاهد الجميلة في العرض والفيلم اللي تقدم وسعيد باهتمام الكنيسة من أيام البابا كيريرلوس والبابا شنودة ونيافة أمبى موسى ونيافة أمبى رفائيل وبونا مرقص وكل الأباء الأحباء وكل القيادات اللي موجودة في الأمانة العامة لأسر الشباب من أيام الدكتور شفيق عبد الملك ومرورا لكل الأحباء اللي تحملوا المسئولية في هذا النشاط الشبابي الرائع الذي يبني ويحفظ ويصون كل شبابنا واختياركم للموضوع عن الفرح وزي ما نقرت في البرنامج بتاع اللقاء بتاعكم كله بيدور حوالين الفرح عايز الأول أقول لك أن كلمة فرح معناها جوي جوي وجوي بتبقى اختصار جيسوس أوف يوس مسيح الشباب فمسيح الشباب هو الفرح الأساسي والرئيسي والأصيل في حياة الإنسان ولا فرح للإنسان بدون المسيح ودي قاعدة رئيسية في حياتنا وبنختبرها بالسمرار طبعا أمور كتيرة بتفرحنا في الحياتنا واحد بيفرح بشوية فلوس واحد بيفرح بمنصب واحد بيفرح بفصحة واحد بيفرح بسلطة كل دي أشكال وألوان من الأفراح ويمكن يكون أمبر رفاقيل اتكلم وياكم عن الأفراح الحقيقي والمزيف زي ما نقرت في البرنامج لكن عايزك تعرف أن الأساس في أعماق الإنسان هو لا يملأه إلا فرح المسيح والآية اللي انتو بتحبوها وكلنا بنحبها تقول النفس الشبعانة تدوسل إيه؟ العسل والشبعانة بالفرح اللي يقدمه المسيح أو الفرحانة بالمسيح سواء قدمه حبا أو فرحا أو عطاياه الكثيرة في كل صباح لكن النفس الشبعانة هي اللي بتدوسها العسل العسل يعني الإغراءات أي إغراء في العالم أي حاجة تزغل العنينة كده تزغل العنينة الإنسان بأي صورة من الصور اللي ذكرت بعضها قدام حضرتكم الفرح وصية في الكتاب تتساوى وتقف على نفس سطر الصلاة والشكر يعني بنحطهم كده الثلاثة على خط واحد الصلاة الشكر الفرح وبدلهم الفرح الصلاة الشكر أو بدلهم الشكر الفرح الصلاة هم مرتبطين ببعض ارتباط وصيق وهم اللي تقال عليهم في الإنجيل كل حين فرحوا كل حين صلوا كل حين واشكروا كل حين كمان الفرح هو السمر الأولى لعطايا أو سمار أو سمر الروح القدس همقول أما سمر الروح فهو محبة فرح سلام إلى آخر التسع سمار دول لكن الأرض التربة الصيل هي المحبة اللي بتطلع الفرح والوداعة والسلام والتعفف إلى آخر هذا السمر لكن الفرح أيضا ودي حاجة مهمة ليكم كشباب وشبات أنه علامة صحة الإيمان المسيحي علامة الصحة الروحية عارف بالضبط زي إيه زي لما قابلك وقل لك هو أنت وشك أصفر ليه هو أنت تعبان تكونش عندك أنيميا الإنسان المسيحي علامته هي الفرح وظلكم سمعتوا القصة دي مرات ومرات اتنين وسنين يقابلوا بعض وبعدين واحد يلاقي التاني فرحا يقول له ما لك فرحان تكونش قابلت واحد مسيحي النهاردة فكان مقابلة الإنسان المسيحي تطفي فرحا على الإنسان الوسني وإحنا دايما بنصلي بنقول املأ قلوبنا فرحا ونعيما فرح مستمر زي فردوس النعيم كده أنا ممكن أتجاثر وأقول أن الفرح هو فضيلة كل زمان وكل أوان فضيلة كل زمان وكل مكان وهو الذي يميزنا وهو العلامة التي تبدو علينا واحد فرحان لكن زي ما بنسأل أجيب الفرح أجيب الفرح أزاي هو في شخص المسيح لكن ما هي منابعه أحدثك عن سلاس منابع رئيسية في حياتنا المنبع الأول للفرح هو إنجيلك بشارة مفرح سميه جود نيوز البشارة المفرح ولذلك وجودك وارتباطك الدائم والعميق والأصيل بالإنجيل هو الذي يفرحك أول ما المسيح في تجسده يظهر الملاك ويقول ها أنا أبشركم بفرح عظيم دي أول كلمة أول خبر ولما تظهر الملاكة يوم الميلاد المجدول الله في الأعالي الإنشودة وعلى الأرض السلام وبالناس المصر السرور الفرح الداخلي ثم في وقت القيامة لما نقرأ عن قيامة المسيح ففرح التلاميذ إزراءه الرب عشان كده إيه هي آخر آية في الإنجيل بتقول إيه قولوا إياي أمين تعالى أيها الرب يسوع هذه الآية هي الخلفية وراء كل آيات الكتاب المقدس يعني أنت لما كل مرة بتقعد تقرأ في إنجيلك تقرأ براجراف أو تقرأ أيتين تلاتة أو تقرأ إصحاح الخلفية اللي وراء كل آية هي أمين تعالى أيها الرب يسوع تعالى من الكلمات دي ولذلك يقولون في قراءة الكتاب هو البحث عن الكلمة بين الكلمات الكلمة المسيح ببحث عنه بين الكلمات بين كلمات الكتاب المقدس إذن يا شباب الإنجيل اللي بتعلمنا كنستنا إن إحنا قرأ كل يوم وعملاله برنامج لطول السنة قبل ما يخترعوا الكمبيوتر وإنك تعمل سيرش والكلام ده فيه نظام معمول بإحكام بالغ في الكتاب المقدس وتيجي في الأسوام تحط لها النبوات وتحلل لها بعض الأسفار المحزوفة أو القانونية التانية وفي الأجبية اللي نلاقي المزامير النظام ده كله علشان تمتلئ نفوسنا فرحا ونعيما إذن خلفية كل آية بتقراها وكل آية بتسمحها هو أمين تعالى أيها الرب يسوع تعالى أيها المسيح المفرح تعالى تعالى فرحني ومن الكلمات الأولى اللي ابتدى المسيح يعلم بيها كلمة طوبة وكلمة طوبة كإكسبريشن بنقول عليه إنه هو معناه يا بخت يا سعادة يا بركة هي كلمة مجمعة وتعني معناها السعادة سعداءهم أو مباركونهم الجو العام بتاع الإنجيل جوه فرح جوه عام بتاع الإنجيل جوه فرح مرة سأله سؤال المسيح كان بيتحك ولا كان دايما حزين ده أنا بسألكم سؤال المسيح كان بيتحك ولا كان حزين بلاش كلمة بيتحك كان دايما فرحان ولا حزين طب الدليل إيه الدليل الديني إجابة الديني إجابة مقنعة ها الأطفال بتحب تقرب منه ها كل حد بيجي له بيمشي من عنده فرحان تفضل أهي دي الإجابة بقى السليمة أن الكتاب قرر أن المسيح كان دائما فرحان وعندما حدث استثناء لهذه القاعدة المسيح حزن يوم العازر فكتب كده في الآية بتاعت يحنى 11 35 بكى يسوع فالخط العام بتاع المسيح في الإنجيل هو الفرح ولكن لما حصل استثناء من هذه القاعدة اتذكر الكلام طبعا أنه يجمع الأطفال حواليه أنه ما فيش حد جه عنده تقابل وياه سواء في مقابلة أو في معجزة أو في تعليم إلا وخرج أنه فرحان النهاية أعرف كده وثبتها في ذهنك أن الإنجيل رسالة الفرح لك كل يوم وده التدريب التقوي اللي بتعلهونا الكنيسة اقرأ إنجيلك كل يوم مهمش هتقرأ قد إيه إن شاء الله آية واحدة إن شاء الله براجراف واحد أو شابتر واحد حسب وقت لكن اعرف أنه فيه رسالة فرح وجيالك أن المسيح في خلف كل آية وأمين تعالى أيها الرب ياسوه ده أول منبع المنبع التاني الكنيسة الكنيسة المسيح مرة واحدة قال كنيستي ماي تشيرش إمت أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وكلمة بطرس هنا بنفسرها بطرس صخرة على صخرة الإيمان أبني كنيستي وقال كنيستي والتعليم ده أو الكلمة دي ما كانتش غير في إنجيل معلمنا متة حتى أحيان يسموه الإنجيل كله يسموه الإنجيل الكنسي علشان فيه الكلمة دي أول حاجة إن الكنيسة بتاعتنا شلها وحط جنبها كلمة هللويا كنيستنا كنيسة تهليل والهدف من كل إنسان يدخل الكنيسة عشان يخرج يبقى هو إنسان هللويا إنسان الفرح الحنة كتير هللويا بتبتدي بنقولها مرة وبنقولها مرات وبننهي بها صلوات الهدف أن كنيستنا كنيسة تهليل عشان كده أرجوكم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة بتتسرب للكنيسة بتاعتنا أحيان يقف الواعز أو الكاهن في كلمة ما يكونش هدفها الرئيسي هو الفرح ده خطأ ده خطأ يجب أن تكون كل دروسنا وعزتنا وقدستنا كلها هدفها الفرح التسبحة وقفة فرح وقفة فرح في الأساس أنت مش فتعمل واجب عليك خالص ده في كل ألحان التسبحة وكل هسات التسبحة ومدايحها كلها عايزة توصلك هذه المشاعر مشاعر الفرح الألحان التراس حتى تغيير نغمة اللحن من موسم لموسم هدفها ألا يقع الإنسان في روح الكآبة عارفين ربنا من محبته لينا بدينا فصل الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف ثم الشتاء وغلط إن احنا نقول النهاردة الجو وحش النهاردة الجو حلو لا ده الله من محبته يعطينا أنواع من الجو علشان لا يصاب الإنسان بالملل ولا الكآبة فبيدينا النوعيات ده هيت تيجي في أمشير كده تحس أني بقى في هوا جديد ويحرك الشجر جامد كده تقول إيه الحكاية قولك عشان العصارة تصحى العصارة اللي في النبات تبتيت تصحى بعد بيات الشتاء وتيجي في الربيع تبتيت تزهر الدنيا كلها الكنيسة بنفس الصورة في كل ألحانها مناسبة نخلص كياك ندخل على الصوم الكبير والصوم الكبير ندخل على أسبوع الألام بألحانه ودسمه ثم ندخل على ألحان الخمسين والإيامة ثم ندخل على سنوي ونلاقي كده في التنوع ده هذه كلها موجات فرح موجة فرح للإنسان عشان كده القديس يحنى زهبيه الفم له عبارة جميلة قوي يقولك عندما ترى الأب الكاهن يدخل الكنيسة ويفتح ستر الهيكل إنه يفتح باب السماء يفتح باب السماء تشوف السماء السماء بكل الجمال اللي فيه بكل الفرح اللي فيه بكل السعادة اللي فيه لما بتيجوا عارفيني الترنيمة اللي بقت في كنستنا كده بقالها عشرين تلاتين سنة اللي بتقول إيه كنستي تعرفت قلوها ويايا قلها كده القرار بس كنستي 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 هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي كنستي 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 هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي التعبير السلاسي ده بيتي وأمي وفرح حياتي تعبير عميق للغاية وتعبيره هي صح ترنيمة مدرس أحد وأطفاله لكن هي بتعبر عن كينونة الكنيسة بالنسبة للإنسان بيت وأم وفرح مرة عملوا دراسة اجتماعية كان بيأخذها أجانب لماذا بقيت الكنيسة القطية حية في مصر كويس؟ ليه كنيسة فضلت عيش رغم كل اللي تعرضت له ليش؟ تم كنيسة بتاعة ليبيا راحت تعرفين شمال أفريقيا لغاية القرن الخامس كان فيه أكثر من ربعمائة أسقف شمال أفريقيا دي كله كله راح اندصر خالص لما تروح ليبيا تلاقي فيها كادة رأيات ضخمة فليه كنيسة المصرية عيشة وعاشت قعدوا يدرسوا عوامل كتيرة لقيت ما طلع عالم اجتماع أجنبي وقال أحد أهم أسباب بقاء الكنيسة القطية في مصر أن أطفال الأسر القطية يعتبرون الكنيسة كأنها بيتها طفل عندنا يجري ويروحه ييجي مش كده برضو يعيط ممكن يأكل شو ده اللي بيحصل ممكن يعود ممكن يتكلم ويصحبه ممكن مامته تديله حاجة يتسلى بيها وهو أو يعني يتشغل بيها وهو قاعد في الكنيسة فقال أن لأن الأطفال بيطلعوا فاهمين أن الكنيسة دي بيت بيتي عشان كده الكنيسة عيشة السبب الأطفال عيشة وده شيء مهم جدا لما الكنيسة هي بيتي وهي أمي وهي فرح حياة الإنسان التعبير ده أو التركيب ده أو المنظومة ده هي هي سبب الفرح هي منظومة فرح في الكنيسة تقصها تاريخها طيب ده نقولك على حاجة جميلة تصور أننا في كل يوم في الكنيسة نفتح كتاب كده ونسميك كتاب ده كتاب السنكسار وأول كلمة كل يوم نعيد في هذا اليوم بتذكار استشهاد القديس فلان أو القديسة فلانة أو تكريس كنيسة كذا أو نياحة كذا نعيد عيد ولذلك يقولون الكنيسة على الأرض فرح والكنيسة في السماء التسبيح وننتبدل لتنين ويبعض يعني لما بنقف وقف التسبيح على الأرض ده بنخطف حتى من السماء بنعيش بيها على الأرض الخلاصة أن الكنيسة هي موضع الفرح زي ما الإنجيل قلت لك هو رسالة الفرح نمرة ثلاثة منبع الرئيسي للفرح هو إحسسنا ونحن على الأرض بالأبدية حلوة المسيحية أنك عايش على الأرض وبتفكر في السماء تبتدي صلواتك طول أبانا الذي في السموات مجغولين بالسماء بالسمرار فصارت السماء أيضا هي قمة الفرح عند الإنسان طب عيش على الأرض عيش على الأرض والعمر المنقضي في الملاهي مش بنصلي في النوم كده العمر المنقضي في الملاهي طبعا إيه الملاهي دي أو تفتكروا السندباد مش الملاهي دي العمر المنقضي في الملاهي حاجة التي تلهي الإنسان اللي مضيع الإنسان اللي مغيب الإنسان اللي سرق عقله ووقته سرق العقل والوقت ولذلك في العهد القديم تلاقي كلمة قلل ويا جات كتير قوي خاصة في المزامية في العهد الجديد كلمة قلل ويا جات أربع مرات بس والأربع مرات دول في إصحاح واحد في إصحاح تسعتاشر في سفر الرؤية واربع مرات ليه علشان تجمع من جهات الأرض الأربعة الذين لهم فرح السماء فرح الأبدية فرح الأبدية أرجوك تاخدوا بالكم إحنا بنشتغل أشغال كتير كل واحد فيكم له عمل وله طموحات وله أهداف كل دي أمور رائعة وجيدة وتباركها الكنيسة ولكن ما يعطيها مزاقة روحية أن يكون لك في السماء لهذا الارتباط خد بالك كده كل مرة بنحضر قدس يجي أبونا في آخر القدس في الأعتراف يقول إيه يعطى عنا خلاصا نقول لهم تاني يعطى عنا خلاصا خلاصا من خطايانا من أيام الصليب وغفرانا للخطايا طاعت النهاردة اللي أنا بعيشها وبمارسها وبقع فيها وحياة أبدية لمن يتناول منه يعني بتناول على الأرض عشان يبقى لي الحياة الأبدية اللي في السماء أرجوك تاخد بالك الأبدية السعادة الأبدية أو ما نسميه بالأمجاد السماوية التسميات الجميلة دي دي مصدر سعادة إذا لم يكن في إيمانك سماء فليس عندك فرح ما كانش عندك في عبادتك في قداسك في تسبحتك في خدمتك إذا ما كانش السماء واخدى مكانها ما تلاقي الفرح غايب عنك عشان كده طول ما انت رافع راسك للسماء طول ما كل أتعاب الأرض تهون عليك قوي وتمتلق فرح ربنا يحفظكم في ناس بتتكسر من الكلام اللي بيتقال وانتو شايفين السوشيال ميديا عملة تقول إيه وناس الأسبوع اللي فات كنا في الاحتفال كنت أنا في الاحتفال بتاع تخريج الدفعات العسكرية كلية العسكرية وقف الرئيس وقال تصريح ضروري قرته في الجرايد قال مصر في ثلاث شهور تعرضت لواحد وعشرين ألف إشاعة أقول تاني إشاعة أنا كذب طبعا مش كده يعني حاجة كذب يعني في ثلاث شهور تعرضنا لواحد وعشرين ألف كذبة تصور تصور وبعدين كل الجماعات المتطرفة في العالم كله تصدر يوميا مائة ألف إشاعة الإحساد دي أنا بشيقولها من عندي دي حاجات موسقة نصيب مصر منها متين وخمسين إشاعة كل يوم والكنيسة نصبها خمسين ما لازم يبي في اسم العدل مش كده الحمد لله الحمد لله واخدين بالكم عالم دلوقتي العالم يا شباب بيبحث ماذا بعد الكذب ماذا بعد يعني خلاص الدنيا عايشين في الكذب إيه اللي جاي بعد كده ولذلك انتبهوا لأن ما يحدث بينزع الفرح منكم بينزع الفرح منكم أنا متأكد إنك لما بتقعد كده شوية على الفيس وشوية تقرأ الحاجات وتقرأ الأخبار وتقرأ الرسالة وتقرأ 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 إنك لا تخرج فرحا بل ربما تخرج مغموما مش كده أو مشتتا عارفين كانوا زمان في الدير يعلمون زمان يعني في الدير بس مرار بيعلمونا طياشة الفكر مش كده أو النت النهاردة بيعمل طياشة الفكر فكرك يبقى مشتت خالص انتبهوا انتبهوا يا إخوتي لأن ده أمر خطير جدا ده بيقضي على الحياة على حياة الإنسان مش هتكون فرحا أديك عايش بتتنفس بتاخد أكسوجين طلع ثاني أكسيديك كربون والنهاردة الجمعة هي عدي والأسبوع اللي بعدها عدي ويجي عيد ميلادك والعيد ميلاد اللي بعدها والعمر يعدي وتنتهي الحياة وخلاص ليست الحياة هكذا هل تعرفوا إن مثلا بلد زي أمريكا فيها قبائل لغاية النهاردة لا يؤمنوا بالتكنولوجيا وعيشين وصحتهم زي الفل بيمرسوا حياتهم حلوة جدا وبيعيشوا الحياة الهادئة هذه منابع الفرح الأساسية إنجيلك رسالة الفرح كنستك موضع الفرح أبديتك قمة الفرح طب إيه معوقات فرح بقى في الإنسان عمليا شوية برضو هكلمك على ثلاث معوقات رئيسية أول معوق يخلي الفرح غايب عنك على فكر فرح ده حرج حاجة جوانية حاجة جوانية مش حاجة من برة مش عشان لابس إيه ولا عندي إيه ولا أملك إيه أبدا 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 أتريكم القصة دي هي إنسانة لهو أو زوجها لهو عندهم ثلاث عيال كلهم في مراحل ابتدائي هو عامل باليومية هو وهي غير متعلمين هم سكنين في بيت ليس فيه شيء بالمرة ما فيه السرير ما فيهش دولاب ما فيهش بوتجاز ما فيهش تلاجة ما فيهش الحاجات دي فمرة جاءت أسرة يعني عايشين برة قالوا لي عايزين بيت فقير نروحه يعني نساعده فبعدتهم البيت ده فدخلوا لقوا الست قاعدة على الأرض فسألوه زك ستي عندك ايه قالت عندنا تلات عيال جزك فين قالت بيدور على رزقه قلت لها طيب بيسألوها عندك سرير رد بتاعها يكون ايه رد جميل قوي جوزي هيجيب لي عندك تلاجة جوزي هيجيب جوزها ما عندوش اللضة وما قالتش ما عنديش واخدي ببلكم من الحكاية طب عندك متجاز تطبخ عليه جوزي هيجيب لي العبارة دي قصرتهم اولاً كبرت بجزها وثانياً ما قالتش انا ما عنديش وازهرت كده نوع من الاحساس الداخلي هذا يا اخوتي ما نسميه الرضا اول معوق في حياة الفرح ان يغيب عنك شعور الرضا شعور الرضا يا بغت الانسان الرادي يا بغت الولد الرادي يا بغت البنت الرادي يا بغت الخادم الرادي في واحد دائم الشكوى ده عمره ما هيشوف فرح في واحد دائم التزمر واحساس الرضا ده غيب عنه الرضا ان تكتشف معنى الحياة اسمع المثل الروسي الجميل ده كنت اتزمر على الله لانه ليس عندي حزاء وزات يوم وجدت انسان بالاقدمين حينئذ انشكرت الله اولو ثاني كنت اتزمر على الله لانه ليس عندي حزاء عمره ما عنديش حزاء ده عنده حزاء ودي عنده حزاء وانا ما عنديش حزاء وزات يوم جدت إنسان وجدت إنسان بلا قدمين قلت ياه ده أنت عطيني قدمين بمشي عليهم أشكرك يا رب يا شباب إحساس الرضا ده إحساسه رائع رائع الرضا يرافق التسليم والتسليم صورة من صور الإيمان الإنسان اللي مش عاجبه حاله مش عاجبه العجب وانتوا عارفين بقيت مش كده لا مش عاجبه العجب مش عاجبه حاجة في واحد مش عاجبه حاجة مرة قابلت مع إنسان يحتل منصب جامعي عالي قال لي مراتي مغلباني قلت له ليه قلت له مجوزين بقى لكم قد إيه قال لي بقى لنا خمس سنين قلت له طب كواس خمس سنين يعني وعندكم ولاد قلت له مغلباك إزاي قال لي تصور خمس سنين غيرنا شاقتنا تمن مرات تمن مرات إزاي الحكاية دي مرة الشقة عالية طب نجيب شقة تحت مرة الشقة لأ دوشة عشان قريبة من الشارع نجيب شقة ورا ورا يعني بعيد عن الشارع شوي مرة الشارع دي عايزين شارع واسع مرة الشقة مش بيدخلها كلها الشمس تمن مرات في خمس سنين فين الرضا دا الشقة اللي عندك هي حلم كل إنسان مشرط مش كده برضو كل إنسان مشرط قاعد يحلم يا رب يكون عندي قوضة بس تسر علي اسمع القصة دي بتحبوا القصص؟ تحبوه نفضل نقول قصص للصفحة وخلاص اسمعوا القصة الجميلة دي هو عايش وهي أمه الأرملة في كوخ صغير دخل عليهم الشتاء الكوخ مكشوف من فوق فالوضي الصغير ده مامته قالته تعالى يا ابني نخلع الباب نحطه فوق عشان المطر ما يدخلش ما يدخلش يعني جوه الكوخ فالولد بمنتهى البراءة بيقوله يا ماما أمال الناس اللي ما عندهمش باب هيعملوا إيه؟ الناس اللي ما عندهمش باب يعني هو اعتبر أن وجود الباب ده نعمة كبيرة دارت عليهم المطر حياة الرضا راضي؟ ولا مش عاجبك حيالك؟ بتحبوا الآية الجميلة كل الأشياء ها؟ تعمل إيه؟ لا عايزة أسمحها تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ معا كل الأشياء هو ربنا وظفته كده يجيب الحكاية المرة دي والحكاية المتعبة دي والحكاية الصغيرة دي والحكاية كيبيرة ويعمل بيهم كده تركيبة؟ يقول لك تفضل خير عمل كده ويا يوسف الصديق وعمل كده ويا دانيال وعمل كده ويا رعوس وعمل كده ويا الفتية الثلاث وعمل وفي التاريخ عبر التاريخ كله خليك إنسان راضي غياب الرضا أكبر معوق للفرح عدم لغياب الفرح لعدم وجود الفرح نمرة واحد نمرة اثنين غياب روح التوبة روح التوبة والتوبة في مفهومنا الأرزوكسي تعني النقاوة حتى البابا الشودة لما عمل كتاب سماه حياة التوبة والنقاوة عشان يديها المعنى ده نقاوة القلب توبة الأنقية للقلب لأنهم يعينون الله التوبة المشكلة بتاعت ناس كتير إنهم عايزين يعيشوا قلبهم فيه الحتة البيضة والحتة الغمأة والحتة المنقطة والحتة المقلمة كله في قلبه واحد ولذلك لا يفرحون لا يفرحون ما قدرش حط اللبن الأبيض في كباية فيها أو مكانها شاي شاي وتفل شاي طب حطه ازاي بقى التوبة يقول لنا يحنى زهبي الفم ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب الدمعة اللي بتنزل كده طلع من قلبك مش من عينيك بس بيبقى فيها أيقونة كده جميلة هي أيقونة المسيح ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في عينيه في دمعة إنسان تائب توبتك توبتك ونقوة قلبك واستمرارك في كده بالسمرار طب جرب أنت كده التوب هتلاقي كده حياتك امتلأت فرحا ونعيما نقول أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كسرت حنتتهم وخمرهم وزيتهم حنتتهم الأمح خمرهم العنب زيتهم الزتون لها المحاصيل اللي كانت تبقى موجودة معناها دول رجل أعمال كبير أوي أعطيت سرورا لقلبي ابعد العالم النهاردة مليان أشكال من الخطايا لا تنتهي وتتطور بالتكنولوجيا وغير التكنولوجيا يا ترى أنت واخد بالك من كده ولا سماحني يعني لها أقولهو لك ده عندك كده شكل من أشكال الاستهانة اللي بنوع لها يا عمك رب رب قلوب ويلا رب قلوب هل فعلا بتدور على قلبك يكون نقي وعينك تكون نقية ويدنك يكون تكون نقية هل بتدور على كده هل بتبحث هل الحكاية دي تهمك إن كنت تهتم بتوبتك أنت تهتم بالفرح اللي تعيشه إن غابت التوبة عنك عوقت روح الفرح روح السعادة تبقى مهموم تبقى متنكد تبقى الكآبة ركباك تبقى دايما مكشر عارفين الشخص اللي يقولك مش لاقي يتخانق ويا حد فيتخانق ويا دبان تصور واحد بيعمل عقله بقى بعقل دبانة بقعد يتخانق ويا ويقولك فلان دا لا لا يبعد عن دا وشه يعمل ايه يقطع الخمير اللي هي الخير يعني يقطع الخير يقد كده توبة قلبك إذن أول معوق غياب روح الردة تاني معوق غياب روح التوبة تالت معوق غياب روح الخدمة والانفتاح للآخرين عارفين مرة جت لنا دكتورة متخصصة في العلوم النفسية مكنتش تعرف عربي فكانت دينا محاضرة عن الشباب والصحة النفسية فالستة أول ما ابتدت كلامها ابتدت وقالت إيه انتو مش ممكن يجيلكم أمراض نفسية كان بيكلم خدام فانها شمعنا يعني ما احنا بنادمين زي بقيته بنادمين قالت لا أصلي انتو عندكم حاجة اسمها الكدمة هي مش عارفة يعيني تقول الخدمة فقالت الكدمة اللي هي الخدمة الخدمة أكبر واقي من الأمراض النفسية وعندما تصير صحتك النفسية حلوة حياتك هتبقى كلها مليانة فرح الخدمة يا أخوتي بتخليني أخرج من أنا نيتي أخرج من ذاتي سمعت العبارة دي فتشت كثيرا عن الله ولم أجده وفتشت كثيرا عن نفسي ولم أجدها فتشت كثيرا عن الله ولم أجده وفتشت كثيرا عن نفسي ولم أجده ولكنني عندما وجدت أخي وجدت السلاسة الله ونفسي وأخي الخدمة وأنتو بتعرضوا الفيلم دلوقتي الأخت اللي كانت بتتكلم بتقول إن شاب بيخدم شاب بيسنده خدمة المساندة وهي بتتكلم آه ما هي ده الخدمة المساندة أنا مش بخدم واحد مش أنا اللي بخدم ده هو اللي بيخدمني لأن أنا بخرج من ذاتي له وبالتالي بأنجح واحصل على فرح خالص أخرج وانفتح واخدم ناس محتاجة خدمات في كل حتة الناس جعانة جعانة لكل خدمة جعانة الواحد يسأل عليهم إن شاء الله بمكالمة التليفون إن شاء الله بزيارة إن شاء الله بكلمة الناس بقت كده لأن الناس في العالم ازداد استخدامهم للألات للمشين والألات ما فيهاش مشاعر طول الناس مسكة الموبايل وسكة الأيباد ومسكة النت ومسكة التليفجن فالناس كلها مش شبعانة لأن الألات دي ما فيهاش الإحساس ولا الشعور محتاجين واحد يسأل بكلمة صغيرة والكلمة الصغيرة دي ممكن يبقى لها أثر كبير هذه طبعا أنا قدامي حاجات كتيرة لكن أنا أكتفي بكده إن هذه سلاسة منابع للفرح وهذه سلاسة معوقات عن الفرح يا شباب المسيح افرحوا دايما افرح وما تخليش حد يسرق فرحك أبدا كن منتبه ممكن واحد يسرق فلوسك ويسرق عقلك ممكن ده بيحصل كتير لكن لا تسمح لشيء ولا لشخص يسرق الفرح من قلبك الفرح اللي قلت عليه من شوية كنستي هي بيتي وهي أمي وهي سر فراحي وانا أشكركم كثيرا اشتركوا في القناة